وسط البلد الحقيقة ليها طابع خاص يعني ما اعتقدش ان ما فيش حد فينا في مصر منزلش وسط البلد مش عارف شكل وسط البلد ليها طابع خاص في ناسها ليها طابع خاص في اماكنها ليها طابع خاص حتى في محلتها اللي موجودة في شوارعها حتى العربيات اللي بنشوفها اللي هي بتبقى وقفة بتبيع اكل بتبيع لبس يعني حتى كل حاجة ليها شكلها الخاص جدا كان فيها مجموعة اسمها مجموعة الترفيه حضرتك ذكرت مثلا مجموعة اسمها مجموعة الترفيه فيها اماكن كتيرة جدا يمكن محدش يعرف عنها حاجة هي مجموعة الترفيه جت في منين يعني هو الخدوة اسماعيل لما كان هيفتتح بقناة سويس فحاب يعمل يعني كمعجب بباريس وقصة النظرها قبلها بفترة قصيرة جدا فحاب يقال لباريس فجاب المهندس هوسمان اللي هو من خلطة باريس فاجيه وابتدى في الشغل ده فهو حاب يكون هيجوا ملوكه امراء اوروبيين فحاب يخش على منظر اوروبي يعني فمن ضمن المعالم الاوروبية اوبرا وسيرك ومسرح ايو فوسباخيل فجمع الحاجات دي في منطقة متقربة يعني يعني مثلا الاوروبرا احنا عارفين مكانها مكان الجراجج الاوروبرا حاليا لكن في ظهرها اللي هو من جهة العتبة هتلاقي حديقة الحديقة دي اول ما عمل فيها سيرك ومكان البريد البريد الحالي عمل فيها مسرح اسمه الكوميدي فرانسيزي وميدان في ميدان مصطفى كامل لغاية شارع شريف في الخلفية يعني كعمل مدمار للخيل لبودريم والناس حتى كانت ما بتعرفش قول بودريم فتقول عليه ميدان البدروم يعني البدروم ايو فاللي حصل كالقاتي يعني يعني اللي عمر فيهم هو الأوبرا السيرك طبعا ما مكانش فيه كسافة سمكانية فالجدوى الاقتصادية ليه مكانش مجدية فاتشغل بسرعة الفكرة اللي هو المصرح الكومي ده فرانسيز ده مكان الأوبرا اتعمل خشب او هي زي الأوبرا حتى تعمل خشب عنشان الاستعجال في خلال سنة او سنتين كان عايز يعمل الحاجات دي فعملوها خشب اه منظرها من الخارج ما تحسيش انه خشب لكن فكان المصرح للأسف يعني اترمم في خلال 3 سنين ممكن 3 او 4 مرات يعني وفي الآخر اتشال اللي هو المضمار الخيل برضك نفس الحكاية يعني ما فيش كسافة سمكانية يعني وخيول يعني تدابع برغم انه كان مابنة فخمة ومابنة كبير مساحة كبيرة يعني فبردك اتشال وتقسمت أراضي للمباني ومن ضمن الأماكن اللي حرتك ذكرتها في الكتاب اوها ضمن دي دار القضاء العالي كمان كان من ضمن الأماكن المهمة اللي حرتك أشرت إليها في كتابك وما كان دار القضاء العالي بس رمزا القضاء العالي لكنها بيشمل أرض النقابة الصحفيين والنقابة المحاميين والناضي القضاء والشارع القارج المساحة دي أصلا كانت في الأول احتفالات زي ملد النبي وحاجات زي كده ايو احتفالات شعبية يعني لما جاء الخدو إسماعيل كان المأخذ الميا بيودي وعمل لها تنقية وتحلية وتتوزع على البيوت بقى فبعد فترة نقلوا المحطة لمنطقة تانية وجاء سكن فيها مين بقى نفس المساحة نادي الزمالك نادي الزمالك كان نشأ ورق نينة الأندلس وكان اسمه نادي قصر النيل وفما تنقل في المنطقة دي تسمى نادي القاهرة الدولي للرياضيات الريراضات يعني وبعدين خد فترته وتنقل في ميت مش ميت عقب الوضع الحالي لا اتنقل هو نادي الترسانة كانوا جنب بعض مصرح البلول والسرك وحتى دي العزب دي حتة كان اسمها عزبة الزمالك عشان كده اتقل عليه عزبة الزمالك نادي الزمالك وبعد كده لما تنقل جاء الملك فاروق في المناسبة كده فسمون ملك فاروق وبعدين تنقل في ميت عقبة ده في ستنات اما بقى حكاية المختلط اسمه نادي المختلط فهو اللي حصل بذلك تعبير المختلط ده كان زمنها أيامه يعني كان دارج لانه كان فيه أماكن مصريين بس أماكن أجالب بس فالمختلط يعني نادي يجمع بين الاتنين فده كانت فكرة انشاء النادي اللي هو الانشاء واحد اسمه ماذر باخ ده بلجيكي وكان داخل البكوية من سعيد باشا فده اللي انشاء النادي بالمفهوم ده لانه كان فيه مثلا نادي الجزيرة محتكر للإنجليز كلهم فانشاء بالمفهوم ده يعني لغاية فترة هو الاسم الفعلي بتاعه نادي القاهرة الدولي للرياضيات ودي كلمة الدولي المقصود بها يعني يجمع كل الأجانب يعني يمع اللصمين